منذ عدة أيام عمل ألم جسدي وأخذ يؤذيني بدأت علامات الموت تدنوا مني حلت بي حالة الاحتضار أداروا قدمي نحو القبلة أعطى بي زوجتي وأبنائي وأقربائي وبعض أصدقائي منهم من ترقرقت دموع عينيه فأغمطت عيني بهدوء وغرقت في بحر أفكاري أخذت أفكر في نفسي بما قضيت عمري من أين لم لمت أموالي رغم كلتها وأين أنفقتها لحظ كان التفكير بذلك يؤلمني كثيرا ومن شدة القلق فتحت عيني في تلك الأثناء انتبهت إلى وجود شابه طويل القامة يرتدي ثيابا ضيضاء قد نشب يديه على أطراف أصابع قدمي أخذ يتجه نحو الأعلى من جسدي لم أكن أشعر بالألم عندما كان عند قدمي لكن الألم أخذ يزداد كلما ارتفع نحو الأعلى وكأن الألم أخذ يتحرق إلى الأعلى من جسدي حتى وصلت يديه إلى علقومي حينها أصبح جسدي بلا شعور يبدو أن رأسي أصبحت ثقيلا بحيثه كنت أشعر بأنه سينفجر من شدة الضغط أو أن عيني ستخرجان من مكانهما تقدم عمي الشيخ العجوز نحوي وقد انتلأت عينها بالدموع وقال ليه يا ولدي اقرأ الشهادتين أنا أقرأها وأنت رددها معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لقد كنت أراه وأسمع صوته فتعرقت شفاتايا بمطل وما إن أردت التلفز بالشهادتين حتى أعطت بي أشباه سوداء قبيعة وألحوا علي أن لا أنت كالشهادتين لقد كنت سمعت بأن الشياطين تحاول السلب إيمان المرء عند موته لكنني لم أكن أتصور أبدا أنهم يفلعون في صدي ومرة أخرى اقترب عمي من وجهي وتلفز بالشهادتين لما أردت تعريك لساني تعرقت الشياطين مرة أخرى لكن هذه المرة عن طريقة تأديد لقد كانت لحظة عجيبة فمنها هي كان الذي يرتدي ثيابا بيضاء يمارس أعمالا مرهشة ومن جهة ثانية كنت أواجه إصرار عمي على النطق بالشهادتين ومن جهة ثالثة محاولات الأشباح الخبيثة في سلب إيماني في آخر لعظات حياتي ثقل لساني وكأن شفتي قد خيطت مع بعضها لقد اعتراني العجز كنت أريد الخلاص من هذا الوضع المؤلم لكن كيف؟ عن أي طريق؟ وبواسطة من؟ في غضون ذلك التجاذب ظهرت من بعيد أنوار ساطعة فقام الرجل ذو استياب البيضاء قام إجلالا لها فيما ولد تلك الوجوه القبيحة هاربة رغم عدم معرفتي في تلك اللعظات لتلك الأنوار الظاهرة الطاهرة الفريدة لكنني عرفتهم فيما بعد فلقد حضروني في اللحظات العساسة وببركة وجودهم أشرق وجهي وانفتع لساني فتعرقت شفتي ونطقت بالشاهدتين هنا امتدت يد ذلك الرجل ذو ثياب البيضاء لتمسع على وجهي شعرت بالإضمنان بعد أن كنت أعاني شدة الألم والإطراب لقد أصبحت وكأنني ألقيت الآلام والعذاب بأجمعي على كاهل أهل الدنيا لأنني شعرت بالاستقرار وكأنني لم أرى حرية واستقرار كالذي أشته في ذلك اليوم فقد انفتح لساني وأراها عقلي كنت أرى الجميع وأسمى أحاديثهم هنا وقعت عيناي على ذلك الرجل ذو ثياب البيضاء فسألته قائلا من أنت ماذا تريد مني إنني أعرف كل الذين حولي إلا أنت فقال لي كان عليك أن تعرفني أنا هادم للذات أنا ملك الموت اترابت لسماع اسمه اهتز جياني فوقفت أمامه خاضعا وقلت له السلام عليك يا ملك ربي فلطلما سمعت باسمك ومع ذلك لم أستطع معرفتك حين الموت هل تريد الإذن مني كي تقبض روحي فأجابني ملك الموت مبتسما إنني لا أحتاج إلى إذن من أي أحد لأن تزع روحي من جسده وإذا تأملت جيدا سترى أنك قد ودعت الحياة الفانية انظر إلى جسدك قد بقى بين أهل الأرض فنظرت إلى الأسفل فاستحوذت علي الدهشة والهيرة إذ أن جسدي مطروح على الأرض بلا عراق بين أقربائي ومعارفي فيما كان زوجتي وأبنائي وكثير من الأقارب يحومون حولي وهم يبكون وترتفع صرخاتهم إلى عنان السماء وأخذ آخرون بالشكوى والتساؤل لقد تعجل عليه الموت لماذا؟ أخذت أفكر في نفسي لما ينوح هؤلاء ومن أجل من أردت دعواتهم لالتزام الهدوء وهل يكون ذلك؟ صرخت فيهم أيها الأعزاء التزموا الهدوء أما تريدون راحتي واستقراري فلماذا هذا التفجع والحزن؟ بعد الألم المضني أصبحت الآن في كامل الراحة والسعادة إنني أخاطبكم ألا تسمعون؟ لما هذا البكاء؟ لما عويلكم وبكاءكم؟ نوروا الضار بالدعاء وذكرى لحق تعالى لكن استمر عويل واستغاثة العاضرين يعلو ويعلو هنا سمعت الصوت ملك الموت يقول ما الذي ده هؤلاء مما سراخيم وعوي لهم؟ ولما هذه الشكوى والتفجع؟ لما هذا البكاء واللطم على الرؤوس؟ أقسم بالله أنني لم أرتكب ظلما بحقي فلقد نفد رزقه في هذه الدنيا ولو كنتم مكاني لقبضتم روحي بأمر الله أعلموا أن دوركم سيأتي يوما ما وسأتردد على هذه الدار حتى لا أدع أحدا فيها إن عبادتي وطاعتي لله هي أن أقطع كل يوم وليلة أيدي الكثيرين عن هذه الدنيا كانت الناس مستمرون بعملهم لا يسمعون هذه الانذارات تمنيت لو كنت سمعت هذه الانذارات ولو مر وحدة في الحياة الدنيا كي تكون عبرة لي لكن واح عصرتاه ثم واح عصرتاه لفوني بقطعة قماش وبعد ساعة حملوني إلى المغسل إنه مكان معروف لدي لطالما جئت هنا لغسل أمواتنا وهنا لافت انتباهي المغسل حيث كان يقلبني كيف ما شاء ودون عناء ونظرا لعنايتي بجسدي فقد صرقت بالمغسل قائلا تمهل تمهل قليلا ارفق به فقبل العزات خرجت الروح من هذه الأوروك فأضعفتها وعجزتها لكنه تجهلني واصل عمله دون أدنى عناية بمطالب المتكررة انتهى الغسل ثم لفوني بذلك الكفن والذي كنت قد اشتريته بنفسي لقد كنت أفكر آنذاك بأن شراء الكفن إنما هو عمل روتيني ولكن ما أسرع أن لف جسدي بالبيض أحقا إن الدنيا فانية أنت سمعي ليداء الصلاة والصلاة دخلاني نوع من الطمانينة حقا كيف ستبدو عياتك من دون الصلاة أنضيت عمرك أيها المؤمن تصلي لكن الآن تسمع صوت الآذان ولا يمكنك تلبيته لقد خرجت روحك من جسدك أنا راعل واثقوا أنكم ستلحقون به لا تتصوروا أن الموت خلق لغيركم عجبا لكم تشاهدون الموت ولا زلتم غافلين لما انتهت الصلاة حملوا جنازاتي على أيديهم ومرة أخرى بعثت ثراخات الشهادتين الطمانينة في نفسي ولعلاقاتي بجسدي أمسكت بأعلى الجنازة وأخذت أسير معه لقد كنت أعرف المشيئين جيدا مجموعة بقاعدة التابوت وأخرى تمشي خلفه كنت أسمع صوتهم وأحاديثهم حتى النباطنا الكثير قد انتشف لي من هنا قد اعتراني السرور لحضور البعض فيما كان حضور آخرين يؤذيني حيث كانت الرائحة الكريهة المنبعثة منهم تعذبني كنت أرى بعضهم على هيئة قرضة في حين كنت أحسابهم في الدنيا من الصالحين ومن جانب آخر نظرت إلى أحد معرفي فدعبت روحي رائحة العطر المنبعثة منه لقد كنت في الدنيا لا أكن له الاحترام وذلك للبساطة الطاغية على ظاهري وربما أسقطته من عيني غيبة الآخرين له كان التابوت يسير مرفوعا على أكتاف أصدقائي كنت أرافقهم والقلق من المستقبل يهي من علي في الوقت الذي كانت ألسنة الكثير من المشيئين تترنم بنداء لا إله إلا الله كان هناك اثنان من أصدقائي يتهمسان فيما بينهما فدنوت منهما وأنصدت لعاديثهم وعجباه متى تستيقزان من غفلتكما أتتحدثان عن المعاملات وصقوق مرفوضة وأرباع كان من الأفضل أن تفكر في هذه اللحظة هذه اللحظات بذلك اليوم الذي سيحل عليكم وينقض عليكم الموت إذن ستنقطع أيديكما عن الأرض والسماء وتغلق صحيفة أعمالكما وتطلبان الفرصة مثلي حينها لن تحصل على الإذن بالعودة وستعضان على أيدي الندامة يليت أنا قد فكرنا بهذه الدنيا الباقية في تلك الدنيا الزائلة أيها الأصدقاء إنني أذع لكم أن تعمر دنياكم وتكون آخرتكم أكثر أمرانا لكن أقسم عليكم بالله أن تستيقزوا من غفلتكم وفكروا جيدا وإذا لم تفكروا به ففكروا بآخرتكم على أقل تقدير فكروا بذلك اليوم حيث ستلحقون به عمضوا هذه اللعظات بذكر الموت فإذا لم تفكروا بالموت هنا فإنها ستعودون إلى أنفسكم وكأن الموت لم يخلق لكم عجبا ثم عجبا لكم تنظرون إلى الموت ولازلتم غافلين وهنا توجهت إلى آهلي وأبنائي قائلا أيها الأعزاء لا تغرنكم الدنيا كما غرطني لقد أكبرتموني على جمع الأموال والتي لذاتها لكم وتبعتها علي وصل المشيهون إلى المكبرة عند مشاهدتي له استحواذ على فؤاد الغم مروا على العديد من القبور حتى ظهرت من بعيد حفرة فأيمن عليها الاضطراب والرهب بقيت مسافة حتى قبري فوضعوا جنازاتي على الأرض استرحت قليلا وبعد قليل رفعوا التابو الثانية وصاروا به قليلا ثم وضعوه على الأرض ثم رفعوه وصاروا به حطوا به على مقرابة من القبر ألقيت بنظرة إلى داخل القبر فانتابعني الرعب مرة أخرى رفعت مجموعة منهم جثاتي من التابوت وما إن أدخلوا رأسي في القبر تصورت من شدة الخوف والرعب كأنني كأنني هاويت من السماء إلى الأرض حينما كانوا يدخلون الجسد إلى اللعد ألقيت من خارج القبر بنظرة إلى جسدي وأخرى وجهتها إلى الناس فاقترب أحدهم من جسدي مناديا بإسمي فدنوت منه واستمعت لكلامي فقد كان مشغولا بالتلقين كنت أسمع الذي يقوله لي وأرادت معه ما أرواه فقد كان يتلفز بروية وطراوة وما إن مضت لحظات حتى بدأوا بوضع الصخور فوق اللعد فشعرت بالأذى والأسى لأنهم سجنوا جسدي تحت الطراب تأملت في نفسي من الأفضل من الأفضل أن سحب ولا أدخل القبر مع الجسد لكن لشدة تعلقي بالجسد جئت إلى جانب جثتي وفي طرفة هيل بدأت الأيدي تهيل الطراب على الجسد لقد انتابني الزرور لكثرة الذين جاءوا لمواراة جثماني شعرت بالمتعة لأهدورهم وتلاوتهم بالقرآن والصلاة على النبي والله ثم أخذ الحاضرون بالانصراف شيئاً فشيئاً لم يبقى منهم إلا نفر يقدرون بعدد الأصابع لكن لم يمضي من الوقت إلا القليل حتى ترقوني وحيداً هذا هذا ما لم أصدقه ربما لا تتصورون ما جرى علي في تلك الأعزاء فلم أكن أتوقع منهم هذا الجفاء أولادي بناتي زوجتي وكذلك أصدقاء المقربين الذين لم أبخل عليهم بالمودة لكنهم سرعان من صرفوا وطرقوني وحيداً وددت لو أصرق فيهم قائلاً أين تذهبون ابقوا معي لا تترقوني وحيداً في تلك الأثناء سمعت منادياً ينادي في الناس تولدوا للموت اجمعوا للفناء وابنوا للخراب ولكن للأسف فقد كانوا في وادي آخر محرومين من الاستماع لهذا النداء لما أعرفت أن الناس قد خرجوا من المقبرة ناديتهم اذهبوا اذهبوا ولكن أعلموا بأنكم ستنزلون الطراب يوم ما صدقتم أم لم تصدقوا شئتم أم ما بيتم أعلموا أن الله لا يؤخر الأجل بعد كل ذلك الصراخ والعويل رجعت إلى نفسي فوجدت أن كل ما بقى لي هو قبر مظلم موحش مهول يثير الأموم فاستحوذت علي الرهبة أخذت أفكر في نفسي وكأنهم قد قذفوا في فهادي كل ما في أفئدة الأرض من الأموم وكل ما في الدنيا من قلق وأنه لغم ورعب لو نزل على بدن الإنسان لأهلكه نتيجة لذلك بكيت وسالة دموعي ساعات وساعات أخذت أتذكر أعمالي فأدرقت كلة بضعاتي تمنيت لو عدتم على الذين كانوا قد اجتمعوا على قبري قي أقضي عمري بالعبادة وأحياء الليل والأعمال الصالحة وأنفق ما كنت جمعتاه خلال السنوات الأخيرة من عمري على الفقراء يا ليتني يا ليتني وبينما أنا غارق في بحر أفكاري ارتفع الصوت من يسار القبر إنك تتمنى العودة عبثا فقد أغلقت صحيفة حياتك فرعبت لذلك الصوت وفي تلك الظلمة وكأن أحدا قد دخل القبر فسألته بصوت محزوز من أنت؟ أنا رومان من ملائكة الله قلت له لعلك عرفت ما يدور بذيني نعم أقسم لك لو طرقتني أعود إلى ذلك العالم لن أعصي الله لن أعصي الله أبدا وثوف سوف أعمل على كسب رضاه اليوم حين انصرف عني كل من أعرفهم بل وحتى أفراد أسراتي ترقوني أدركت غادر الدنيا فاطمئن اطمئن إذا إذا رجعت إلى الدنيا لن أخفى اللحظة واحدة عن طاعت خالقه وعبادته قال لي إنها كلمة أنت قائلها لكن اعلم إن الواقع غير ما تتمناه فلابد أن تمكث في البرزخ من الآن وحتى قيام الساعة بعد ذلك باشر الملك بإعصاء أعمال الصالحة والطالحة تلك الأعمال التي اتجدتها طيلة حياتي وسجلها الكرام الكاتبين عجبا لها من صحيفة إنها تضم حتى أصغر أعمالي صالحة وقبيحها في تلك اللعظات شاهدت أعمالي أمام عيني كنت أفكر بثقة الأعمالي وخفتها فبادر رومان إلى تعليق صحيفة أعمالي في رقبتي بحيث شعرت وكأن جبال الدنيا كلها غلقت في عنقي عندما أردت أن أسأله عن سبب في ذلك قال لي كل إنسان يطوق بأعماله وإلى متى يجب أن أتحمل ثقل هذا الطوق لا تقلق بعد ذهابي سيأتي منقر ونكير للمساءلة ثم تزول هذه المشكلة عنك قالها رومان وانصرف لم يمضي الكثير من الوقت على انصرف رومان فتناهت لأسماهي أصوات غريبة وعجيبة أخذت الأصوات تقترب أكثر فأكثر ويزداد فيها الرعب والرهب حتى وقف أمام عيني شبحان ضخمان مذهلان بلغت ضرابي ذروته لما جاهته في يد كل منهما كان عمودا ضخما من الحديد يعجز كل من في الدنيا عن تحريكه ثم فهمت أنهما منقر ونكير فتقدم أحدهما مني وصاح صيحة لو سمعها أهل الدنيا لماتوا تصورت حينها أن أمري قد انتهى بعد رحظات تكلم وباشرة بسؤال من ربك؟ من نبيك؟ من؟ فتلك لساني لشدة الخوف والرعب توقف عقلي بالرغم من أن فهمي وعقلي ازداد عما هو في الدنيا مئات المرات لكنه قصر هنا كنت أعلم بنزول أعمدتهم على رأسي إن لم أجبهم ما عزاني أفعل؟ أطرقت برأسي وأخذت بالبكاء وتهيئت لنزول الضربة في تلك اللعظات حيث كنت أتصور أن كل شيء قد انتهى تعلق فؤادي برحمة الله سبحانه والنبيه فأخذت أردد إيه أفضل خلق الله وعباده لقد كنت طيلة عمري أطلب منك أن تدركوني عندما أحل في قبري وليس من قرمكم التخلي عني في هذا الحال هنا ارتفعت أصوات أولئك بالسؤال ولم يمض إلا قليلا من الوقت حتى استنار قبري وأصبح منكر ونكير أكثر شفقة فسر قلبي واطمألنت روحي وانفتح لساني فأجبتهم بشجعة وصوت عال إن الله ربي ومحمد نبي والقرآن كتابي والكعبة كبلتي لقد وددت لو أعادوا السؤال كي أجيبهم أكثر وأكثر وبكل قوة في الوقت الذي بدى فيه منكر ونكير راضيين فتح من تحت قدمي بابا إلى جهنم وقال ليه لولا أنك قد أحسنت الجواب لكان مستقرك هناك ثم أغلقوا تلك الباب وفتحوا من أعلى رأسي بابا أطلت علي الجنة فبشروني بالسعادة ومع هبوب ناسيم الجنة امتلأ قبري بالنور واتسع لحدي واسترحت قليلا هنا انتباتني حالة من السرور العارم والسعادة لخلاصي من ضيق القبر وظلمته لم يستمر السروري لزفري في أول اختبار وسرعان ما زال وبزواله أدخل في حالة من الشهور بالضيق والغربة فأخذت وفكر في نفسي لقد كان لي في الدنيا الكثير من الأصدقاء والمعارف والأقارب كان لي بهم علاقات طيبة وحميمة والآن أصبحت يدي صفرا منهم يا إلهي كيف أتحمل الغربة في هذه اللعظات العصيبة القاسية هل سيستمر أهم الغربة مسيطرا علي في هذا العالم أتركت برأسي وأخذت أبكي دون اختيار مني وما هي إلا لحظات حتى تناهى إلى مشامي أعطر طيب للغاية ثم أخذ يزداد ويزداد في الوقت الذي كان كتابي يثق الكاهلي رفعت رأسي بصعوبة فشاهدت رجلا يقف أمامي فأذهشني وجوده لقد كان شابا أحسن الوجه طيب الأخلاق فمسح الدموع من عيني بيده وابتسم لي فبادرت بالسلام تعبيرا عن تأدبي أمامه ثم جلست على ركبتي أنظر مدهوشا إلى عيني وأردد تبارك الله أحسن الخالقين ثم سألته بصوت واضح من أنت؟ من أنت حتى جئت تسليني وتصحبني في هذه اللحظات المليئة بالغربة والإطراب؟ فأجاب علي مبتسما لست غريبا هذه الضيار تعرفني حيث أكون أنا رفيقا مؤنثا لك في هذا الطريق الخطير قلت له إنه إنه الفلاح ولكن من أنت؟ لا شك أنك غريبة على أهل ذلك العالم فلم أرى مثلك جمالا مدى عياتي قال لي ولا تزال تلك الابتسامة مطبوعة على شفتيه الحق معك أنت لا تعرفني فلقد كنت في ذلك العالم قليلا ما تهتم بي فأنا ثمرت أعمالك الصالحة وها أنت تراني بهذه الهيلة اسمي حسن وأنا الذي سأخذ بيدك في هذا الطريق الخطر ثم أمرني حسن أن أسلمه كتابي والذي بيد اليمنى فناولته إياه وقلت لك جزيل شكري وتقديري لأنك أنقذتني من غربتي وسترافقني وتوازيني في لعلتي هذه لن أدعك واعيدا ما استطعت إلا تغير اللون واكي فسألته مرعوبا إلا ماذا قال لي إلا أن يتغلب علي ذلك القادم فتبقى أنت وهو سألته قائلا ومن هو ذاك القادم إن كل ما أعرفه هو أنك سلمتني صحيفة أعمالك اليمنى أما صحيفة أعمالك والتي في الشمال فهي ما زالت معلقة في عنقك ولا تدع شيئا إلا أعصته وهناك شخص آخر اسمه الذنب سيستلمها منك فإذا ما تغلب علي ستكون رفيقه حين ذاك وإلا فإنني سأرافقك على مدى هذا الطريق المحفوظ بالمقاطر قلت له حسنا سأعطي الصحيفة مباشرة حتى يذهب قال لي حسن إنه نتيجة أعمالك القبيحة وخطياءك ويحب البقاء عندك كنا مسترسلين في الحديث وإذا بي أشعر برائحة كريهة للغاية تزعجني لقد ملأت تلك الرائحة الأجواء وقطعت علينا حديثنا وبرذ في قبري شبع قبيحة وكريه ومن شدة هلعي التجأت بحسن وتعلقت به بقوة هنا أمسك الذنب بأنقي بيدي الكثرتين الوسختين ثم أخذ يزمجر مقهقيا إنني سعيد يا صاحبي وواصل قهقاته بصوت عالم فاستحوذ علي الرعب والخوف وعقد لساني عن الكلام اشتدت ضربات قلبي حتى فقدت الوعي عندما أفقت وجدت رأسي في أهضان حسن لكنني بمجرد رؤيتي لواجه حسن الملطخ بالدماء هيمن على فؤاد الحزن حيث تصورت أن ذلك الشبع القذر الذنب قد انتصر علي وقهره لكن حسن كان يعلم ما يدور في قلبي نظر إلي وقال بهدوء لا تعذن فبعد صراع وجد الشديد عطيته كتابه وأبعدته عنك حتى حين ثم نهضت متكئا على كتف حسن والدموع تتراقرك في أعضاقي قلت له إنني إنني أود أن تبقى إلى جانبي إلى الأبد لقد أزعجني ذلك الشبع الكريه والغربة بالنسبة لي أفضل بكثير من المكوس إلى جانبي فإذا ما جاورني الذنب سأعيش الإطراب قال لي حسن له الحق في أن يجاورك فهذا ما أردته أنت قلت له متعجبا إنني إنني لم أدعوه أبدا على أي حال أعمالك الطالحة وذنوبك هي التي جعلته يكون هكذا لابد أن تراه مرة أخرى إلى جانبك فاعتراني الخجل مما قاله عسن اضطربت بشدة ثم سألته مرتعدا متى وأين ربما في الطريق الذي سنسلجه أي طريق في ضوء ما بشرك به منقر ونكير فإن مستقرك في بقعة تقع في وادي السلام وعليك الاستعداد للرحيل إلى هناك وأين يقع وادي السلام هو مكان يتمنى كل مؤمن أن يبلغه لكن لابد لك من الأبور من وادي برهوت كي تتطهر في الطريق من كل ضرن وخبث وذلك من خلال المشقات والصعاب التي ستتجرعها وحيث تزوب خطياتك فتبلغ مقصدك بسلام ولكن ما هو برهوت إنه مكان يستقر فيه الكافرون والظالمون وفيه يذوقون عذاب البرزخ خرجنا من القبر وكان حسن يتقدمني وأنا أتبعه على بعد مسافة قليلة لم يذع لي الخوف والرهب واللحظة أعيش فيها بأمان وكلما تقدمنا يزداد المكانا فتاحا تصبح المناظر أكثر دهشة ثم طلبت من حسن أن لا يتعد عني وأن يكون معي جانبا لجنب وقدما بقدم وأن ينقل خطواتي بهدوء فتوقف حسن وقال لقد أودعوك عندي كي أنسك وأعينك حتى تصل والي السلام بسلام لهذا فإنني أسير أمامك قليلا لتعرف الطريق جيدا وتوقف أوليها ثم واصل قلامه قائلا بطبيعة الحال إذا ما استطاع الذنب من خديعتك أو أجبرك على مرافقته فإننا سنصل متأخرين للمحالة ومنذ ذلك الحين ازداد الطرابي وأخذ يتصاعد عند اهتمال ظهور الذنب من جديد لقد قطعنا الطريق رغم ما اعترضنا خلاله من مشاكل حتى وصلنا جبلا استطعنا بصعوبة بالغة الصعود إلى قمته وعلى مرأة منا يبدو وادي مترام الأطراف وأجوائه قد ملئت دخانا ونيرانا نظر إلي حسن وقال هذا هو وادي برهود وأنت ترى الآن مشهدا منه فقط فأمسكت بحسن وقلت إنني أخاف هذا الوادي لنسلك طريقا أكثر أمانا منه فتوقف حسن وقال هذا هو طريق عبورك لكن سوف لن أتركك ما استطعت سأقوم بإعانتك عند موادع الخطر قللت كلمات حسن من الترابي وخاوفي نوعا ما لكني لازلت أشعر بالقلق في داخلي خيم الصمت علينا للعزاد توجهت بعدها لحسن وقلت له ألا يوجد طريق أكثر أمانا من هذا الطريق أضار بوجهه نحوي وقال من الأفضل أن تعلم إن الناس جميعا سواء المؤمن أو الكافر لا بد لهم من العبور يوم القيامة على جسر يسمى الصراط يشرف على النار فمن استطاع العبور بسلام دخل الجنة وإلا فإن أدنى سلة ستؤدي إلى قعر جهنم وفي عالم البرزخ صورة من الجنة والنار فقط لا يمكن بالطبع مقارنته بيوم القيامة العظيم ووادي برهوت يشابه الصراط في يوم القيامة ولا بد من العبور عليه حتى بلوغ وادي السلام بسلام وبكل قدارة لكن الويل للمثقلين ومن أحاط بهم العذاب أو التيه على أقل تقطير فكرت قليلا وقلت حسنا لا حيلة أمامي علينا المسير على بار اكتباه وتوجهنا نهوة تلك الصعراء الشاسعة وكلما أمعنا في السير تأخذ عرارة الجو بالتزايد ولما وصلنا سطع الأرض ضاق نفسي فطلطت من حسن التوقف للإستراها لكنه رفض وواصل الطريق وقال لي أمامنا طريق طويل وخطير أيضا فلا تضيع الوقت فكلما أسرعنا في مسيرنا استطعنا الخلاص أسرع قلت له أنا أنا لا أستطيع فقد أنهجتني شدة العرارة وفي تلك العالة حيث العرق تصبب من رأسي ووجهي سقطت على الأرض فسقاني حسن جرع من الماء والذي كان معه وفي الوقت الذي كان لم يزل يأين من جروحي رفعني ووضعني على ظهري وواصل الطريق هنا أصابني الخجل والسرور في آل واحد لأنه لم يتركني لوعدي رغم ما به من جروح وأخذ يواسيني كصديق حميم ونحن نسير في طريقنا لافت انتباهي صوت رهيب فنظرت نحو الجانب الأيصر من الصعراء فذعرت لما شاهد مما دفعني إلى أن ألقي بنفسي من أعلى كتف حسن ودون اختيار مني اهتميت به لقد كان هناك كان هناك شخصان عظيم الجثة أسودين تتطاير من فمهما وأنفيهما النيران والدخان شعرهما يخط الأرض يحمل كل منهما عمودا ضخما من عديد اضطربت وقلت له حسن من هؤلاء ربما ربما يتوجه النعوانة ابتسم لي حسن وقال لا تخف فهؤلاء منقر ونكير إنهم متوجهان نحو كافر جاء لتويه من الدنيا ليسألاه كما سألاك لكن هؤلاء أكثر قبحا لأنهما مشغولان مع كافر الآن ومضى قليل من الوقت فسمعت صوت سقوط شيء ما هز الأرض تحت أقدامي لما سألت حسن عن السبب أجاب قائلا إنها ضربة نزلت على ذلك الكافر من الآن فصاعدا ستسمع الكثير من هذه الأصوات والتي تهز الأرض كان حسن يتغذ طريقه من أعلى القمم وأحيانا بين أودية صغيرة وطويلة حتى وجدت نفسي على شفى وادي صحيق وعظيم فسألته قائلا هل علينا العبور من هذا الوادي؟ نعم وإن عبوره يستغرق وقتا طويلا فعليك الإصراع نظرت إلى قار الوادي مرعوبا لقد كان عميقا بحيث لا يرى قاره وعطت إلى حسن وقلت له وهل حقا لا يوجد طريق آخر أخثر أمنا من هذا الوادي مسح حسن على رأسي بيده وقال طرق الأعبور من هذا الوادي كثيرة ولكن لكل شخص معبره والذي لابد أن يكتازه قلت له منزعجا وهل هذا استعقاقي أن أعبر من مكان بحيث تعذبني النيران والدخان من الأعلى ومن الأسفل القمم والأودية الصحيقة فتبسم حسن وقال اعلم يا صديقي أن هذا العذاب ما هو إلا مردود أعمالك القبيحة في الدنيا وإذا لم تتحمل ذلك في هذا الطريق لن تصل إلى وادي السلام أبدا فقد سجل عليك أدنى قبيحة عملته في الدنيا وهذا جذاءه ونظرا لماذا تعتريني من لافة لوصول وادي السلام فقد أدعنت لمواصلة الطريق بيدوء وأخذت بالمسير خلف حسن داخل ذلك الوادي إن همكنا بالمسير داخل الوادي ولا بيظهر بالأفق ما يدل على انتهاء الوادي كنت أفكر في أن عمق الوادي دليل على عظم الذنوب هنا انتبهت إلى نفسي حين سماعي لصوت انهيار الأحجار من أعلى الوادي فالتحقت بحسن فورا كي يعينني إذا واجهتني مشكلة كنت مضطربا مرعوبا تكاد عيوني تخرج من أعضاقي فشاهدت رجلا يسقط مع أحجار صغيرة وكبيرة إلى قار الوادي فأشار إلي حسن وقال لا تنظر إلى الأسفل بل أنظر إلى أعلى الوادي فشاهدت شبعا ضخما أسود اللون يضحك بصوت عالي كان واقفا على أعلى الوادي قال لي حسن هذا هو شبع ذنوب ذلك الرجل الذي سقط ولقواتها فقد تغلبت على حسناته فألقتها في قار الوادي هنا وضع حسن يده على كتفي وقال هذه هي عقبة اتباع الحوى لما سمعت هذا الكلام استحوذ علي الخوف من ذنوبي وإمكانية غلبتها علي في أي طلعظة بعد قطعنا لطريق طويل وصلنا أخيرا إلى نهاية الوادي شاهدت ذلك الرجل ملقى على الأرض وكان رفيقه والذي يدعى حسن أيضا كان ضعيفا واهنا بحيث أنه كلما حاول عمله على كتفه لم يستطع طلبت من حسن أن يساعده فاعتذر لي قائلا إنني مكلف بمرافقتك فقط ولا تازر واذرة وذرة أخرى لكننا كنا في الدنيا يؤين بعضنا البعض لكن في هذا العالم كل يتحمل وذر أعماله ولست أشفع له إذا استحق الشفاة وعليك أنت الدعاء له فعسى أن ينجو مما هو فيه حرقت رأسي متحسرا ودعوت أن يكون كذلك ربما استغرق قطعنا للطريق ساعات أطول من ساعات الدنيا حتى وصلنا طريقا ينتهي إلى الأعلى هنا التفت حسن نحوي وقال استعد للصعود إلى أعلى هذا الوادي خطير ألقيت ببصري نحو الأعلى وكلما نظرت لم أستطع تخمين ما تبقى حتى نهاية الطريق فأصاباني الأهباط لأنني مضطرة لقطع هذا الطريق الطويل لكن لا حيلة سوى ذلك من أجل الوصول إلى وادي السلام بعد تحمل المشاقات والكثير من الصعاب وصلنا أخيرا إلى قمة الوادي تمنيت ألا تعترضانا مثل هذه المعوقات مجددا وبعد قليل من الاستراحة وصلنا طريقنا باتجاه وادي السلام بعد قليل من المسير شاهدت طائرا ضخما يحلق على مقربة من الأرض فقال عسن أتريد أن تشاهد منظرا مثيرا؟ بالطبع أريد عسنا أنظر إلى ما يقوم به هذا الطائر حط الطائر قريبا من صخرة ثم ألقى بقسمة من بدن رجل خارج من قاره ثم طار وعاد بعد قليل ليلقي بقسم آخر من الجسد وهكذا كررها أربع مرات حتى ظهر هيكل رجل مزاج وقبيح للغاية حاولت أن أسأل حسن لكنه أشار علي بالسقوط وأتابع العدث ابتلع الطائر قسما من جسد ذلك الرجل ثم طار وقرر ذلك أربع مرات حتى لم يبقى أثرا للرجل التفت إلي حسن وقلت له حسنا الآن قل لي ما معنى هذا العمل ومن كان ذلك الرجل قال إنه أشقى الأشقياء وسيبقى في هذا العذاب إلى يوم القيامة ومن أين جاء به هذا الطائر وأين ذهب به إن مستقره في وادي العذاب وأين هو وادي العذاب إنه جانب والي برغوت يتعذى فيه الكافرون والمنافقون وإنني أتمنى أن لا يكون مرورنا منه وبدوري أنا أيضا تمنيت ذلك وأنا أشعر بالخوف يهيمن على وجودي بعد أن قطعنا طريقا طويلا جدا وصلنا إلى وادي خطير ورهيب للغاية فأصابتني رعدة خوف من أن يظهر الذنب مرة أخرى من مكمني ويداهمني توقفت وأخذت وفكر بالمصاعب الكثيرة والتي كنت لاقيها في طريقي عاد إلي عسن وقال لماذا توقفت؟ هيا هيا نتعرق إنني أخاف لا مفر لك لابد من السير وتعرقتنا على الأسفل مضطربا وما إن سرت خطوات من شفير الوادي نحو الأسفل حتى أطل من الجانب الآخر للوادي مخلوق نوراني له جناح وفي طرفة عين جاء عند حسن وبعد أن استفسر عن أحوالي سلمه رسالة ثم ودعنا وعاد مسرعا بعد أن قرأ حسن الرسالة وضعها في صحيفة أعمالي والتفت إلي وقال أبشرك فسألته مداجا ما الأمر؟ قال لي لقد بعث أهل بيتك وأصدقائك بهدية إليك وجاء بها هذا الملك إليك وسيقلل من همك وغمك بمقدارها قلت له وكيف؟ قال لي وهو يشير إلى ذلك الوادي الرهيب سوف لن نعبر من هذا الوادي نتيجة لهذه الهدية والتي هي عبارة عن تلاوة للقرآن ودعوات لك سيرلت لهذا الخبر ثم دعوت لهم جميعا بالمغفرة وعودنا أدراجنا من ذلك الطريق والذي قطعناه وسلكنا طريقا أكثر يسرا بعد قليل وصلنا معبرا ضيقا على جانبي أودية رهيبة وكأن حسن كان ينتظر سؤالا مني فالتفت إلي قائلا هذه الأودية الموحشة هي أودية الارتداد ويستغرق الوصول إلى قعرها سنوات متمادية من سنين الدنيا وفي قعرها أفران من النار هي صورة لنار جهنم وأولئك القابعون فيها سيكون فيها إلى يوم القيامة سيطرت علي الرهبة بحيث برقت في مكاني دون واعي مني فرفعني حسن من مكاني وقال ركز نظرك علي لا تنظر إلى قعر الوادي أبدا وهكذا تجرأت على السير في هذا الطريق الموحش في غضون ذلك عمت الوادي صرخة رهيبة فالتفت إلى الخلف فشاهدت رجلا يسقط إلى قعر الوادي وفي وسط صرخاته وعويله الذي أهزفوادي سامعت صوت ذنوبه كان حسن يشاهد المنظر مثلي فقال إنه تعيس فقد قطع الطريق إلى هنا بسلام لكنه سيمكث في قعر الوادي حتى قيام الساعة فسألته مدعجبا ولماذا قال لي لقد ارتد بعد سنين من إيمانه ثم أخذت وضاقك كثيرا في طريقي كنت أضع قدمي في موطق قدم حسن خشية السقوط ورغم زلات قدمي أحيانا لكننا قطعنا ذلك الطريق الشاق الصعب بسلام ووضعنا أقدامنا في طريق ضيق كثيرا من عطفات تخيط به دلالة عالية ومنخفضة كان العبور منه محفوفا بالقلق والإطراب كان حسن يواصل طريقه وأنا أتبعه بكل لهفة لكن بقلب مضطرب وصلنا مفترق طريقين فتوجه حسن نحو اليمين غير أن يدا سوداء ضخمة كممت فمي وعيني ونتيجة لرائحة الكريهة التي كانت تنبعث منها عرفت أن ذلك هو الذنب حاولت وزاعة تلك اليد السوداء والمغطاء بالشهر وعينما أفلعت وجاني شبع ذلك الذنب القبيع أصابني الظهر حاولت الفرار واللحاق بعسن غير أن الذنب سحب يدي بقوة وقال لي أن سأيت عهدك فأجبته مظهورا أي عهد هذا؟ لقد كنت في الدنيا تصحبني وعهدتني أن نكون معا في هذا العالم أيضا إنني إنني لا أعرفك أبدا إنك تعرفني جيدا لكنك لم تر صورتي الآن وقد تفتحت رويتك أخذت تشاهدني حسنا ماذا تريد مني الآن؟ إنني ألاحقكم منذ بداية الرهلة وحتى الآن وقد حاولت اللحاق بك في وادي الارتداد فلم أفلح وماذا ماذا كنت تريد مني هناك؟ لقد أردت المرور بك من ذلك الوادي فصرقت فيه منزعجا يعني يعني أنك كنت تريد تكبيلي حتى قيمه سعه كلا لقد كنت أريد إيصالك إلى مرادك بأسرع وقت لكن لا بأس فإنني أعرف طريقا سهلا لا يعرف بي أي شخص آخر وحتى حسن كن على ثقة لو كان على علم به لما أخذ بيدك عبر هذا الطريق الصعب وهنا تذكرت حسن حيث كان تقدمني متصورا أنني أسير خلفه ضاق صدري وطلبت من الذنب أن يترقني لكنه في هذه المرة هددني وعمرت عيناه فأصبحت كبؤرتي دم ثم قال لي إما أن تأتي معي أو أعيدك إلى حيث جئت عندما سمعت هذا الكلام ارتعد بتني اضطررت لمرافقته شريطة أن أتقدمه وهو يدلني من خلفي لأن مجرد رؤيته كانت تمثل عذابا بالنسبة لي وهكذا تقدمت في الطريق المتجه يسارا وبعد فترة من المسير وصلنا كهفا كبيرا ودون أن ألتفت إليه سألت الذنب قائلا ما العمل الآن قال لي إنك ترى إنه لطريق آخر أمامنا لا بد لنا من المرور من داخل الكهف ودخلت إلى داخل الكهف لكن ظلمته التي تفوق التصور أرعبتني فسمعت صوت الذنب وهو يصرخ لماذا؟ لماذا توقفت؟ إن الطريق ممهد ويخلو من الأخطار واصل الطريقك براحة بال تقدمت خطوات ثم توقفت ونظرت إلى ما أحولي لم يعد باب الكهف يرى كان الظلام يخيم على كل شيء فخيم رعب عجيب على كياني نديت الذنب لكنني لم أسمع جوابا ثم نديت مرعوبا لكنني أيضا لم أسمع سوى صدى صوتي لم تنفك عني الرهبة والإطراب فأدرت برأسي لأرى ما يوحيط به لعلي أعثر على منفذ للغروب لكنني لا أعرف أين بداية الكهف ولا نهايته جلست متعيرا نادما غمر قلبي لهزن والألم بكيت لفراق صديق العميم الوفي حسن وإذا بيفي تلك الأثناء أسمع صوت شخصي يمر بجانبي قد نباني ففتحت مسامعي عسى أن أعرف جهة الصوت فانشرح فؤادي لا يطرع حسن الأخاذ فترقرقت في أيوني دموع الشوق فتحت ذراعي وضمنته إلي مصرورا رويت له ما جرى حتى لا ينذعج مني قال لي حسن عندما شعرت بعدم وجودك على إثري راجعت من نفس الطريق وعرفت بالأمر من خلال الرائحة الكريهة والتي كانت تنبعث من الطريق المتاجه نحو اليسار فسرت في نفس الاتجاه لكنني لم أعثر عليك رغم بحثي عنك حتى وصلت قرب الغار فشاهدت الذنب ولما رآني ولهاربا حينها عرفت أنه قد خدعك وعندما دخلت الكهف سمعت عن بعد صوت بكاء ونحيب فسررت وأسرعت نحوك وبعد فترة من الصمت وصل حسن كلامه قائلا لقد كان هذا الطريق مقدرا لك سلفا لكن جرت اثناءه وذلك لتوبتك رغم محاولات الذنب في أعادتك إلى ذلك الطريق قلت له لقد كانت توبتي من الذنوب الكثيرة والتي ارتكبتها صغيرها وكبيرها قال لي إنه طريق رهيب للغاية كان عليك قطعه لو لا توبتك وهو بالإضافة إلى طوله ومنعطفاته ومعابره الضيقة والمسلمة فإنك لا تأمن ما فيه من عيوانات وحشية ثم أخذ حسن بيدي وقال هيا هيا بنا نعود إلى طريقنا السابق قطعنا ما تبقى من الطريق حتى وصلنا مكانا فزيحا يشبه المستنقع ولما وضعت قدمي فيه غاصت حتى الرقبة كان حسن يسير بسهولة فلما رأاني تراجع إلى الخلف طلب مني أن أمسك بيدي على رقبته لي وينني غطست في المستنقع حتى فمي لم تعد لدي إمكانية الصراخ وطلب المعونة وإذا بذلك الملك يطل علينا من جديد ويناول حسن عبلا ويقول له إن هذا العبل كان هو قد أرسله سلفا فعنه كي يتخلص وذهب الملك والقى حسن بالعبل إلي فاستطعت الإمساج بالعبل والتخلص من تلك الهلكة ولما تجاوزنا المستنقع سألت حسن قائلا ما هو مراد الملك من القول أن هذا العبل كان هو قد أرسله فرد علي حسن قائلا لو أنك تتذكر قبل عشر سنوات من موتك قمت بتشييد مدرسة يتعلم فيها الأطفال الآن فخيراتها هي التي أدت إلى خلاصك من هذه المهنة وحضرت عندك لتنقذك أيدت ما قاله حسن ثم قلت له متبخترا لكن قبل خمس سنوات قمت بتشييد مسجد فأين أصبعت خيرته ابتسم حسن لي وقال بما أن بنائك للمسجد كان رياءا ومن أجل الشهرة وليس في سبيل الله فإنك قد تلقيت الأجر من الناس وأي أجر هذا؟ قال لي حسن المدح المدح والثناء من قبل الناس أتذكر ما كان يدور في قلبك حينما كان يمدحك الناس لقد كنت تقدم رضاهم على رضا ربك وأعلم أن الله إنما يتقبل الأعمال التي تؤدى لأجلي وعزب في هذه اللحظة استحوذت علي حالة من الحصرة والنادامة من ناحية ومن ناحية أخرى شعرت بالخجل وأخذت بتوبيخ نفسي أرأيت أرأيت كيف ضيعت أعمالك بالرياء وحب الذات في حين كان باستطاعتها إغاثتك في مثل هذا اليوم وصلنا زيرنا في وسط صحراء مترامية الأطراف لم تخف عرارة الجو أبدا استولى علي الإرهاق لم تبقى في قدرة على مواصلة الطريق في تلك الأثناء سمعت أصوطا فأذرت برأسي نحو يمين الصحراء شاهدت منظرا مثيرا إذ رأيت مجموعة من الناس قد اختركت الصحراء ومضت بسرعة فائقة لم يخلفوا وراءهم سوى الغبار فتوقفت متعجبا أخذت أنظر إلى الغبار المتطير ثم ثم حرقني حسن فانتبعت على نفسي أردت أن أسأله فصبقني حسن قائلا هل شاهدت المنظر؟ من هؤلاء؟ هؤلاء زمرة من الشهداء قلت له من ذولا الشهداء؟ نعم الشهداء وأين أين يذهبون؟ وادي السلام أدرت رأسي نحو حسن متعجبا وقلت له وادي السلام نعم وادي السلام لقد ظللنا هذه المسافة الطويلة بما فيها من مشقات ومحن كي نسعد يوما بالوصول لوادي السلام وأنت تقول أن هؤلاء يتوجهون نحوات السلام بهذه السرعة فالهناك فارق بيننا وبينهم فطبعت ابتسامه على وجه حسن وقال نعم هناك فارق فارق بين السماء والأرض ثم وصل كلامه قائلا لقد عبدت الله في الدنيا على عجل فعليك الآن أن تقطع الطريق بمشقة وصعوبة أين أنت من الشهداء؟ فالشهيد تغفر ذنوبه بمجرد أن تسقط أول قطرة من دمه على الأرض وتزلل له الطريق وفي يوم القيامة أيضا أول من يدخل الجنة الشهداء النوم يقطعوا طريق مئة عام في ليلة واحدة وهما اليوم يقطعون وادي برغوط في طرفة عين فعسدت الشهداء على منزلتهم وأخذت أردد طوبى لهم وحسن مآب ولشدة من تابتني من حصر وغم جلست وأخذت أحدث نفسي أي درجة ومنزلة هذه؟ منذ مدة وأنا أدور في هذه الصعراء وأجهت الكثير من العوائق والمصاعب ولازلت لم أصل بعد إلى نتيجة لكن هؤلاء بلغوا مقصدهم بهذه الصرعة فحقاً طوبى لأولئك الذين مضوا شهداء سالت الدموع على ودنتي وبلغت روحي عن جرتي بكيت وبكيت بصوت عالي حتى أخرقت ما في فؤادي من عقد الدنيا لكن العصر والغبط لموكب الشهداء بغيت في قلبي هل يمخوه البكاء؟ جاءني حسن بهدوء وأخذ يهدئ من روعي ويشجاني على مواصلة الطريق والذي كان طويلاً ومضنياً ورغم قطعنا لمسافة طويلة من الطريق لكن لم تظهر في الأفق نهاية لصعراء وعلى بعد رأيت عموداً أسوداً ما بين عمق الأرض والسماء يتصل بالنيلان السماء ودخانها وهو يتعرق ولما اقترب ظهر أنه يشبه الغبار يدور حول نفسه ولما رأيته اقتصقت بحسن لفن الرعب والهلع سألته قائلاً ما هذا العمود؟ قال لي إنه إنه غبار الشهوات يدور حول نفسه بسرعة مذهلة قلت له مضطرباً وما العمل في هذه الحالة؟ فالغبار يتجي نحوانا بسرعة لا تصف وهو يلف كل ما يخيط به قال لي حسن أحد بيديك حول ظهري وانتبه لألا يفصلك الغبار عني أخذ الغبار يقترب منا شيئاً فشيئاً بصوته المرعب أخذ الضراب يزداد ويزداد حتى أصبح الجو مظلماً خلال طرفة عين لقد أحاط بين الغبار حاول لفنا إليه غير أن حسن قد التسق بالأرض كالواتد وقد استطعت السيطرة على نفسي بصعوبة بالغة في حين قبضت بيدي على ظهر حسن كنت بين الحين والآخر أسمع صوت حسن وسط ضغيج الغبار وهو ينادي علي انتبه انتبه حتى لا يفرقك الغبار عني كانت لحظات غاية في الصعوبة كنت أخشى أن يفرقنا الغبار عن حسن لقد وانت يداي تفاقلت أذناي فلم أعد أسمع صوت حسن وفجأة فلتت يداي عن حسن وبطرفة عين ابتعدت عنه ابتعدت عنه أعدة كيلومترات وألقي بين حوال أعلى كان الغبار يدور ولشدة الضغيج وارتفاع درجة الحرارة فقط الوعي عندما فتحت عيني شاهدت الشبع الأسود الموحش للذنب كان وقفا فوق راسي كانت رائحة الكريهة تؤذيني نهضت بسرعة وحينما حاولت الهرب قابض على يدي بقوة وجذبني نحوه وقال إلى أين أيها الصديق عديم الوفاء أتفضل مرافقة حسن على مرافقتي في حين أنك اخترتني رفيقا في الدنيا نظرت إلى وجه الذنب نظرة سريعة فلمست أن هيكله قد صغر قليلا ودون أن أنتبه إلى كلامه سألته ما الخبر كيف أصبحت ضعيفا ونحيفا هكذا رد علي منزعجا إن كل ما أتجرعه هو بسبب حسن بسبب حسن نعم فلقد فرقك عني ليؤذيك قليلا من خلال مرورك من طرق معقدة وصعبة أحسن ولكن ما علاقة أذيتي بضعفك فأجاب منزعجا كلما يزداد عذابك يصيبني الضعف أكثر فأكثر وتذوب لحوم بدني وإذا ما وصلت إلى وادي السلام لن يوقع لي أثر ثم عض على أسناني وقال الآن الضعر لي فلابد أن ترافقني كنت أرتعش من شدة الخوف والرغبة سألت الذنب قائلا إلى أين فأشار الذنب إلى جبل إلى يساره وقال خلف هذا الجبل هناك وادي جميل أود أن تبقى فيه إلى يوم القيامة كنت أعلم أن لا جدوى من العنات واللفة والدوران فسرت في الطريق والذي أشار إليه تقدم هو مصرورا عجولا وبين الحين والآخر يلتفت ويشجعني على مواصلة الطريق وبالرغم من أنني لم أرى خيرا من الذنب فبإشارته المتكررة وسروره الغير مبرر حفزني على الاستمرار في المسير أخذت أفكر في نفسي أعساني ألتقي بحسن خلف الجبل ولعل وادي السلام يقع خلف الجبل وأن الغبار قد أدناني منه لكن هل يمكن الوصول إلى وادي السلام بدون حسن قطعنا منتصف الجبل فتنهد إلى مسامعي أصوات نحيب فوصلت الطريق دون أن أكترث له وكلما اقتربنا من قمة الجبل يزداد صوت النحيب لها تهليل وأفراح أهالي تلك المنطقة المنعمين أنني أسمع أصواتا وصرخات أشبه ما تكون بالصياح والعويل قلت لك أنني لا أسمع صوتا فلا تضيع الوقت بلا داعي واصل الطريق بسرعة فالوقت ضيق والطريق طويل هنا فهمت أن الذنب يخفي شيئا وهو يتظاهر بعدم السماع لم يكن هناك من مناص فلقد أبعدني الغبار عن حسن وأصبحت الآن أزيرا بيد الذنب يهليتني لم أترك حسن يبدو أن الغبار كان من القوة بحيث أبعدني عنه كنت أزير خلف الذنب بين ضياطة الجبل يعترين الشك والتردد وإذا به أسمع صوتا من بعيد إنه صوت حسن وهو يصيح به كف جانبا ففعلت ذلك وإذا بصخرة كبيرة تسقط على رأس الذنب وتلقي به في قار الوادي عندها شاهدت حسن مقبلا علي من أعلى الجبل إحتضنني سررت لرؤية ذلك الواجه الجميل والأطر الفواح وضعت رأسي على كتفه وأخذت أبكي قال لي حسن وهو يمسع دموعي والبسمة ترتسم على شفتيه ماذا تفعل هنا يا صديقي أتدري أين أنت الآن كلا لا أدري فهز حسن رأسه وقال إنك على شفة وادي العذاب وادي العذاب لقد سمعت بإسم هذا الوادي سابقا من حسن لكنني لم أصدق أبدا أنني سأقترب من هذا الوادي الخطير طلبت من حسن أن يحدثني عن هذا الوادي فاستجاب لي وقال إنه مستقر الذين يعجزون عن الوابور من وادي برهوت لن تكون لهم القدرة على الوابور من الصراط يوم القيامة وبالتالي فإنهم سيسقطون في قار جهنم وهنا تلفحهم نفحة من إيران جهنم أما في القيامة فإنهم سيستقرون فيها لقد أرعبني اسم واذي العذاب ووقوفي على شفيري لكن بعد أن هون حسن من روي دعاني للاستراحة قليلا لرفع التعب في تلك الأثناء ووصل صراخ المعذبين سمعت صراخ أن يقترب منه وبعد لحظات أصبح الصوت أكثر وضوحا وصاحبه يأن أنينا يقطع الفؤاد كان يشتكل عطش فأصاباني الهلع وتوجهت نحو حسن لأسأله ما هذا الصوت نظر إلي حسن بوجهه الرؤوف وقال انظر إلى أعلى الجبل واحتفظ بهدوءك عندما نظرت إلى قمة الجبل شاهدت رجلا قبلة عنقه بالسلاسل وأخذ بأطراف السلسلة رجلان قبيحة الخلقة ضخمة البنية كان ذلك الرجل يأين من العطش ويتلفت هنا وهناك عندما شاهدنا أسرع نعوانة ومن شدة خوفي اهتميت بحسن وسألته بهمس من هذا قال لي حسن إنه من كبار القابيين في برهوت وهو الآن يضوق العذاب في وادي العذاب وهكذا أخذ يقترب منا ويمد يده كالمتسول طالبنا الماء ولما وصل على بعد خطوات من حسن سحب المكلفون به السلاسل ومنعوه من تقرب كان يبكي ويتنهمل الدموع منه ويتقضى من حسن طالبا جرع من الماء لكن حسن امتنع غير أنه وصل توسله فسأله حسن أوليس لك رفيق اسمه حسن فأترك الرجل برأسه وقال أي صديق وأي حسن إن ذنبي هو رفيقي أو دعني منذ البداية بيد ملائكة العذاب وانصرف وعلي الآن البقاء حتى يوم القيامة أعاني من العطش وأبقى مقيدا بالأغلال والسلاسل فقال له حسن مستاذئا إذن فدعي ربك ليعجل بيوم القيامة كي تتخلص من هذا العذاب فنهض الرجل من مكانه وأخذ يصرخ كلا كلا فإننا في واد العذاب لا نريد أن تقوم القيامة فقد فقد أرهقتنا ما في البرزق من عذاب فكيف الحال من عذاب جهنم ثم أغمى عليه فانهال عليه ملائكة العذاب ضربا بأعمدة الحديد المشتعلة وفجأة قفز من مكانه وأخذ يرخ كرغو الله اشتعل جسده نارا ثم بدأ يفحص الأرض بأقدامه وألسنة النيران تتصاعد من جسده وصوته يهز الأرض وهكذا أعداته ملائكة العذاب على تلك الحال يجرونه إلى واد العذاب ورغم سعاداتي للتعذيب الذي يتعرض له مثل هؤلاء غير أنني كنت أشعر برعشة شديدة في بدني فوضع حسن يده بهدوء على كتفي وقال لا عليك إنه يستحق مثل هذا العذاب هيا بنا فالطريق طويل والغبار ألقى بك في مكان خطير وموهش وإذا سرت خطوات نحو الأعلى سترى براقين من النيران تغلي وتلقي بألسنة النيران على الأرض وأهلها قد توقفوا عن الحرقة وعليهم تبرؤ ذلك حتى يوم القيامة وأمثال ذلك الرجل كثيرون ولا شك في أنك ستصاب بالخوف والرهبة لمشاهدتك إياهم إذن من الأفضل أن نسير نحو الأعلى ثم قلت رغم علمي أن الأمر جذلك لكنه مليء بالعبر ولو استطعت لألقيت عليهم نظرة عابرة رد علي حسن قائلا كما قلت لك هذا المكان موهش للغاية إن بعض أنواع العذاب يوم القيامة تبدو هنا مصغرة ومخففة وتنال المستحقين ومع ذلك فلا طاقة لك على تحمل رؤيتها وإذا تعليت بالصبر فإننا سنمر على جانب من برهوت وهناك الكثير من المزنبين والذين عجزوا عن مواصلة الطريق وأحاط بهم العذاب رغم التفاؤل بخلاصهم يوم ما وهناك بإمكانك مشاهدة بعض المعذبين فاستجبت لو ووصلنا طريقنا على سفحة الجبل ونحن نسير في طريقنا حدثت حسن بقضية نحول وضعف الذنب فضحق حسن وقال الحق مع الذنب إذا ما ضعفه لأن بدنه كان في الدنيا أضخم مما هو عليه الآن وإنما تجرعته من مصائب في الدنيا وصبرك عليها والعذاب الذي تجرعته حين الموت هو الذي أنهج قواه وبالرغم من أن تذكر الاتلاءات والمصائب والتي تعرضت لها في الدنيا كان صعبا مرهقا بالنسبة لي إلا أنني كنت مصرورا وفرحا لأن ذلك حد من قوة ذنبي قطعنا شوطا طويلا ورغم عدم جراءتي على النظر إلى الجانب الآخر من الجبل غير أن سياح أهل الوادي وصرخهم لم يدعني آدأ أبدا لقد كانت مواصلة الطريق صعبة للغاية لكنني كنت أسير مستعينا بحسن وفجأة وقع بصري نحو قعر الجبل فزهلت وتوقفت حيث شاهدت هيكلا ضخما يحمل شخصا مكبل اليدين والقدمين وهو غير آبه بعويله وصراخه متوجها به نحو أعلى الجبل عرفت أن هذا الهيكل هو ذنب ذلك الشخص وشاهدته حسن وقفا مثلي يراقب المنظر لم يقترب ذلك الهيكل الأسود منها بعد وإذا بملائكة العذاب أطلوا من خلف الجبل يحملون معهم الأغلال وكأنهم على علم بمجيء هذا الشخص وعندما وصل الذنب عندهم ألقوا بذلك المسكين وعاد إلى حيث أتى ضحقا بصوت عالم فتناولت الملائكة ذلك الشخص وكبلوا قدميه بالسلاسل وسحبوه نحو واد العذاب يضربون به صخور اقترب حسن مني وقال إن هذا مصير الكافرين ثم ضرب بيده على كتفي وقال هيا هيا بنا فالطريق صعب وطويل السلسلة الجبلية والتي كنا نسير في سفحها كانت تألو جبلا تتصاعد منه النيران وتتصل بعنان السماء وقد سدت الطريق أمام العابرين شعرت بأن بلاء جديدا قد برز أمامنا فدنوت من حسن مضطرب مرعوب وقلت له يبدو يبدو أننا وصلنا لطريق مسدود الطريقة موصد أمامنا قال لي حسن وهو يواصل طريقه لا بأس تعال معي فهنا لك كهوف صغيرة وقصيرة في هذا الجبل علينا أن نعبر أحدها لتدرك قوة إيمانك فسألتهم متعجبا قوة إيماني نعم وكيف ذلك اعلم أن كل إنسان ينال السعادة يوم القيامة على قدر إيماني وهنا صورة مصغيرة للمقياس قوة الإيمان وعلى كل حال عليك النظر لا الكلام من رضه فهمت أنه علي الصمت ثم ظهر أمامنا نفق ضيق مظلم لا نافذة فيه عندما دخلناه أصابني الهالة على شدة ظلامه وبعد خطوات توقفت ثم قلت لحسن إن المسير في هذه الظلمة موحش غير ممكن ما العمل ما العمل إذا لحق بالذنب في هذه الظلمة دنى حسن مني وقال لا تفكر بمجيء الذنب فالضرب التي أنزلتها به لن تجعله يلحقنا بهذه السرعة بالإضافة إلى أنه يضعف أكثر فأكثر في كل لحظة فسررت لخلاصي من شر الذنب لفترة لكن التفكير بظلمة الطريق استحوذ علي مرة أخرى لذلك فقد توجهت إلى حسن متسائلا وكيف كيف سنتقدم في هذه الظلمة قال لحسن نظرا لما تتمتع به من إيمان سيظهر أمامنا نور يضي لنا الضرب وبعد قليل من الوقت ظهر من وجه حسن نور أضاء الطريق لعدة أمطار سرت إلى جانب حسن مسرورا كنا نمر أحيانا بمستنقعات عميقة استطعت العبور منها بفضل الله وقوة إيماني وبعد أن قطعنا قليلا من الطريق إذا بصرخات وصياح في وسط ذلك الظلام تطرق مسامعي ولما أنصدت قليلا تبين أنه صوت بعض المتوسلين منه كي نفيد عليهم من نورنا فيقتبس منه ويسير على ضوئه كان حسن يسير أمامي فناداني قائلا لا تستمع لهم فإنهم حثالات المنافقين والكافرين جاءوا إلى هنا إنهم لا يستحقون ولو قبصا ضعيفا من النور مصيرهم السقوط في واحد من هذه الحفر الموحشة وحيث أننا واجهنا إصرار منهم متوسلين لنا حينها توقف حسن وخاطبهم قائلا إن كنتم بحاجة إلى نور الإيمان فارجعوا إلى الدنيا واتوا به فالتح فالتفت أحدهم نحو وقال يا عبد الله يا عبد الله ألم نكن نحن وأنتم من المصلين الصاغمين فلماذا تقولون أرجعوا إلى ذلك العالم وأنتم تعلمون أنه مستحيل استشدت غضبا وسققت على أسناني وقلت لهم نعم لقد كنتم معنا لكنكم كنتم تعملون للقضاء على ديننا لا نصرته لقد كنتم بالمرصاد تحاولون ضرب الإسلام وهأنتم الآن قد عرفتم أنكم كنتم من المخدوئين وانتهى كلامي معهم ثم ذنوت من حسن وقلت له هيا هيا بنا لألا يعودون للحاح قال لي حسن أما ترغب أن تستمع تخاصمهم وتنازعهم تأمل جيدا فأنصت لهم سمعت أصواتهم في قلب الظلام وإذا بهم يخاطب بعضهم بعضا لو لاكم لكننا مؤمنين وتمتعنا بنور الإيمان فرد عليهم أولئك وقالوا نحن صددناكم عن الإيمان فإن كنتم تريدون الإيمان لأمنتم ثم مضت لحظات من الصمت ثم صرخ أحدهم غاضبا إن فلالا هو السبب وقد بدأ بلاؤنا منذ أن استمعنا له ولما قاله وأطعناه فأجابه آخر قائلا لو أنكم لم تطعيون طاع مياء لقد أطعناك في الدنيا فهيا أنقذنا مما نحن فيه هنا ارتفع صوت كبيرهم قائلا هما ترون أننا جميعا مشتركون في العذاب فكيف لي انقاذكم وما إن انتهى كبيرهم من الكلام حتى بدأ الذي اتبعوه بالدعاء بالويل والثمور عليه قائلين ربنا إننا بريؤون فهو كبيرنا ومرشدنا في الدنيا فضاعف عليه العذاب لم ينتهي تخاصمهم بعد فجذبني حسن وقال هيا هيا بنا نسير فإن نزاعهم لا نهاية له وسيطول نزاعهم في جهنم أيضا وبعد خطوات تناهى إلى مسامعي صوت رهيب فسألت حسن عن مصدر هذا الصوت فقال لي هو صوت أحد المجرمين لقد سقط في حفر صحيقة صررت لأن مثل هذا العذاب لا يطلني وهذا ما دفعني إلى مواصلة الطريق بمزيد من الأمان ثم تقدمنا قليلا وإذا ببعض أنوار خافتة وأخرى قوية نسبيا تلفت انتباه فتصورت أنهم طائفة مثلنا يسيرون على ضوء نورهم لم يمضي سوى قليل من الوقت حتى وصلنا لشخص يتخطر ويدا لويدا على ضوء واحد من أنوار الخافتة جدا فسلمت عليه وسألته عن حالته فقال لي لقد أصابني بترهاق فعلى الرغم من أنني أسير في هذا النفق منذ مدة طويلة لكنني لازلت في بداية الطريق قلت له هل هذا بسبب قلة إيمانك أيد ما قلته له وفي الوقت الذي كان يمشي ببط تأوى بشدة وقال وحسرته وحسرته لم نبتعد عنه سوى خطوات وإذ بصراخه يعلو أردت الرجوع إليه لكن حسن قال لي لقد تعجل وحيث أن نور إيماني ضعيف جدا فقد هوا في إحدى الحفر وما الذي سيحدث له في نهاية المطاف توقف حسن وقال لا شيء فإن حسن الخاص به سينقذه في نهاية لكنه يصل مقصده متأخرا جدا وما إن انتهى حسن من كلامه حتى سطع أمامنا نور أخذ بأبصارنا ولما اختفى سألت حسن متعجبا ما هذا ما الذي حدث فتأوى حسن وقال إنه أحد علماء الدين قضى عمره مطيعا عابدا مخلصا لله وهاهو الآن طوى هذا الطريق المظلم بسرعة فائقة مستنيرا بنور إيماني فتحصرت أنا أيضا وقلت لنفسي طوبى له فياله من نور ويالها من سرعة دخل الهم فؤادي وضعت رأسي بين ركبتي من الندم والخجل وقلت في نفسي وعسرطاه فهذا النور هو نتيجة أدعابي لثنوات طويلة من عمري ثم نديت نداء انطلق من أحجائي يا إلهي يعليما بأحوال الأحياة والمودة أنظر إلي زدني نورا ليساهل علي الأمور من هذا المعبر الشاق وبقيت على تلك الحال أبكي وأبكي حتى شعرت بأن النفق ازداد نورا ولما رفعت رأسي من بين ركبتي شاهدت حسن لقد أصبح أكثر نورانية من ذي قبل فنهضت وتوجهت نحوه مذهولا ثم قلت له لقد لقد أصبحت أكثر نورانية قال لي لقد من الله عليك برحمته وأفاض عليك من نوره بنور مضعف وهذا بلا شك يعتبر استجابة لدعائك في الدنيا حيث كنت كثيرا ما تطلب رحمة الله ثم وصل كلامه قائلا لا أحد يستطيع الأبور من برهوت معتمدا على عمله الصالح فلابد من أن تشمله رحمة الله إلى جانب عمله سررت كثيرا وحمدت الله على لطفه ورحمته اللامتناهية كنت أسير بسرعة وأمان أكثر حيث تجاوزت بعض الناس فيما استطاعت مجموعة أخرى تجاوزنا مع أني كنت أشعر بالإرهاق لكنني لم أكن أبالي بسبب لا فاتي لواد السلام فقلت لحسن ما أطول هذا الممر أجابني حسن قائلا وهو يحث الخطر بسرعة لو أنك صمت أمام غبار شهوات لكان الطريق قد سهل عليك كثيرا والآن لا بأس فعليك سصبر قليلا فما أسرع أن ينتهي هذا الطريق ثم أخيرا انتهينا من تلك الظلم الموحشة دخلنا سحراء مترامية الأطراف وبعد أن سرنا فيها خطوات قليلة توقف حسن وقال انظر انظر يا صديقي إن السير في هذا الطريق محفوف من الآن فصاعدا بالمخاطر أكثر مما سبق ألقي نظرة سريعة على الطريق ثم استمر في حديثه قائلا كل ما نبتلي في الدنيا بنوع من الانحراف سينحرف هنا أيضا ثم أشار بيده إلى الطريق والذي قابلنا وقال هذا هو الطريق المستقيم والذي ينتهي بواد السلام ولكن لابد من الانتباه فهناك الكثير من الطرق الفرعية فالطرق المتناثرة على اليمين واليسار مضلة وأما الجادة الوسطى فهي المستقيمة فأخذت وردد اللهم اللهم هدنا الصراط المستقيم ثم طلب مني أن أسير خلفه ثم سيرنا في الطريق والذي أمامنا كان جميع الذين عبروا الكهف صاروا في هذا الطريق للوصول إلى وادي السلام كان الناس يطون هذا الطريق بما لديهم من حسنات صغيرة أو كبيرة كانوا يسيرون بسرعات مختلفة بعد أن سيرنا مسافة وصلنا مفترق طريقين ودون أن يتوقف حسن أشار إلى الطريق الواقع لليسار وقال هذا طريق الحسد والطويان من دخله دخل إلى طريق الشرك والذي ينتهي بوادي العذاب وفي تلك الأثناء شاهدنا شخصا قد وطأ بقدمه تلك الطريق رحت أفكر بأمري فتأملت تأملت لأنه اختار هذا الطريق المنحرف بعد كل تلك المصاعب والطريق الذي قطعه كنت أتمنى أن يندم ويعود قبل وصوله إلى طريق الشرك لم يزل ذلك المنظر يشغل بالي حتى وجهت مشهدا آخر في طريقي حيث شاهدت رجلا صغير البنية يزير إلى جانب الطريق خائفا مرتعدا فالتفت إلي حسن وقال أخت بقدمك رأس هذا أقد قدم توقفت وسألته متعجبا ولماذا قال لي المتكبرون في الدنيا تصاغر أبدانهم هنا كي يرقلهم الناس بأقدمهم ولما تذكرت تقبر هؤلاء في الدنيا أخذتني العصبية فرقلته بقدمي وألقيت به على الأرض ووصلت طريقي دون اكتراف بعويله وصراخه وما إن ادعادنا قليلا حتى وصلنا مفترق ثلاث طرق فتوقف حسن ليدلني فقال واصل طريقك المستقيم ولا تلتف يمينا أو يسارا لأن طريق اليمين طريق النمامين والذين يؤذون الناس بألسنتهم وفيه حيوانات لادغة تلتغ المؤرين من هناك وفي أثناء حديثه دخلاه الشخص ما فخرجت بعض الأفاعي من الأرض وغرست أنيابها بجسده فتركته مطروحا على الأرض يسرق بصوت عال ونزلا لرعب المنظر أدرت بواجهي يسارا فدهشت لرعية شخص ضخم البطن لا يستطيع السير وكثيرا ما يسقط على الأرض ولفي قطاني التوازن انحرف نعوى طريق اليسار ثم أخذ يواصل طريقه زحفا فسألت حسن قائلا أي طريق هذا الذي يسير فيه رد علي حسن هذا هو طريق آكل الربا حيث يذوقون أشد العذاب بعد ذلك صار بنا الطريق نحو كمة التل ومن الأعلى انتبهت إلى الجانب الثاني من التل فشهدت مجموعة من المأمورين يقفون على الطريق وقد أوقفوا عدة أشخاص وإلى جانب المأمورين كانت تتصاعد ألسنة من النيران ولشدة خوفي ورابي دانوت من حسن من أعطاه من السير فمسح حسن بيده على رأسي وقال لا تخف فلا شأن لهم بك فقد وقفوا يتصيدون أشخاصا معينين وفي تلك الحال ارتفع صوت عويل وصراخ ولما نظرت أعرفت أن شخصا كان وقفا والنيران والدخان يتطاير من جبهته ولما أمعنت النظر شاهدت عملات مغلية قد طبعت على جبهتي ثم أحمل مأمورين عملة أخرى ووضعوها على ظهري فملأ صراخه وعويله أجواء الصحراء نظرت في واجه حسن متعيرا نظره أيضا في وجهه وقال هذا جزاء فهذه العملات كان قد جمعها في الدنيا كان يرد المحرومين والمستضعفين لم يؤد حقوقهم قال حسن ذلك وصار نحو الأسفل ولحقت به مرعوبا خائفا عندما وصلنا عند هؤلاء المأمورين الغلاظ الشداد تضاعف خوفي تضاعف خوفي ورعبتي لكن ما خفف من روعي وجعلاني أهدأ هو وأنهم أفسحوا لنا الطريق للمرور فعبرنا من بينهم دون الشعور بالخطر اتعدنا عنهم بعض غطوات فراودتني فراودتني فكرة التفاة للخلف ولما نظرت دهشت لرؤيات المأمورين وهم يمسكون بشخص من قدميه ويديه يحاولون إدخال قطع من النار بالقوة في فمه توقفت عن المسير ورجعت إلى الوراء فهالني المنظر كان صرخاتي وعويله أليم لغاية وفي الوقت الذي كان داخله يستعر فقد كان يقطع الطريق زعفا وفجأة شاهرت بيد حسن على كتفي فنظرت إلي وقلت ما الأمر قال لي إن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل يتولى أمرهم مثل هؤلاء الملائكة المكلفين بإطعامهم قطع مستعرة من الحديد وبعد صمت قليل وصل حسن كلامه قائلا بطبيعة الحال فإن هؤلاء يقعون عند معبر حق الناس بعد استماعي لكلام عسن اطمئنا قلبي قليلا لكن نظرا لتألمي من ذلك المنظر توجهت إليه وطلت منه الابتعاد عن ذلك المكان ثم سرنا وسرنا حتى وصلنا لشخص رافعا يديه إلى الأمام وهو يخطو خطوات قصيرة وبحذر فقال لي حسن وهو يواصل مسيره مشيرا بإصباعه إلى ذلك الشخص منذ أن خرج هذا المسكين من النفق وصيب بالعمى ثم صار هذا الرجل في طريق فرعي يبعد عنه خطوات فقال عسن إن هذا هو طريق أهل الدنيا وسرعان ما يدخله فسألته لماذا؟ قال لي ذلك واضح لأنه فضل الدنيا وأهلها على الآخرة وعلى المؤمنين وهذه الطائفة من الناس ممن يشترون الخصران المبين لأنفسهم وذلك هو شراء الدنيا بالآخرة لم ينتهي حسن من حديثه وإذا بهذا الشخص يطأ بقدمه طريق أهل الدنيا وبقيت أنا أسير في طريقي وطارة أعود إلى الخلف لأنظر من ذلك الأعمى البائس كنا نطوي الطريق المستقيم على ما يرام كنا أحيانا نصبق غيرنا فيما يسبقنا آخرون وقد صادفنا في الطريق طرقا فراية وإناسا عجيبين من بينهم أشخاصا ذوي لسانين امتدت من أفواههم وتستعر فيها النيران قال لي حسن إنهم المنافقون كما شاهدنا الذين ارتكبوا أعمالا تخالف العفة وانغمسوا بالشهوات غير المشروعة وقد لجموا بلجام النار لكن الأخثر إزعاجا هو الطريق الفراعي والذي تسير فيه النساء فهو طريق ينتهي إلى صحراء وتتعذب فيها نساء كثيرات فمنهن من علقنا بشعورهن وذلك لأنهن كنا يبدين شعورهن للأجانب ومنهن من يأكلنا لهمهن وهن من كنا يتزيننا أمام الأجانب ومنهن من كانت رؤوسهن رأس خنزير وأبدانهن بدن عمار لأنهن مارسنا الناميمة في الدنيا والذي أثار دهجاتي خلال مشاهدتي لجميع تلك المناظر هو عجز حسن الخاص بهؤلاء بحيث أنه كان يتخلف عن صاحبي أحيانا مسافة مئات الأمطار فيعجز عن هدايته وأعانته قطعنا مسافة طويلة حتى وصلنا نفقا وقبل أن نصل أعلى ذلك النفق تنادي لأسمعنا أصوات من الجانب الآخر للقمة أردت أن أسأل حسن عنه لكنني فضلت بالاطلاع عليها شخصيا عند الوصول إلى القمة لما وصل حسن إلى أعلى القمة توقف وبدوري التحقت به مسرعا أسحب أنفاسي بقوة فذهلت لما رأيت استحوذ علي الخوف والإطراب فقد كانت الطريق والأودية المحيطة بتلك القمة مليئة بالملائكة والذين وقعوا في قبضتهم فهم سيطروا على كل من كان يحاول المرور من هذا الطريق فسألت حسن قائلا ما الخبر هنا؟ كان حسن ينظر يمينا ويسارا وقال لي هذا هو المرصاد وما هو المرصاد؟ إنه مكان التحقيق حول حقوق الناس وتوقف حسن هناك ثم وصل كلامه قائلا لو كان في عنقك أدنى حق للناس بدءا من القتل وانتهاءا بالصفعة أو أي دين آخر كل ذلك يصب سببا في بؤسك مرة أخرى استطلعت الوادي فكانت مجموعة معاملين بالهموم والأعزان قد افترشوا الأرض لم يكونوا قادرين على التحرك لثقل السلاسل المتوقع بها عن قيم وأخرون مصفضون بالعديد يتولاهم ملائكة غلاز عظيم الجثة في متاهة آخرون في الوادي لا يؤذن لهم بالمرور من الطريق وكلما ارتفع صوت المأمورين في الأجواء بالإذن لأحدهم بالعبور كان قد أوقف لمدة طويلة فإنه يواصل طريقه بكل سرور ثم التفت حسن إلي وقال هيا هيا بنا نذهب قلت له مضطربا لا لا يمكننا المضيق من هذا المضيق قل لي إن الملائكة يسيطرون على كافة الطرق فلا يمكن التغاضي عن حقوق الناس إن الله تعالى لا يغض الطرف عن الظلم ربما يتنازل البارئ عن حقه ويقبل شفاعة الصالحين لكنه لا يعفو عن حقوق الناس أبدا فسألت حسن كيف يتم معرفة الأشخاص هنا؟ من كانت بذمتهم حقوق للناس يتم التعرف عليهم ومنعهم من العبور من قبل الملائكة فوقفت متسائلا وإلى متى عليهم البقاء هنا؟ تختلف مدة بقائهم وتوقفهم فالبعض يبقون أشهرا وآخرون سنوات وكم يطول التحقيق في حقوق الناس؟ عدل الله تعالى هو الحاكم هنا والتحقيق يجري لصالح المظلوم إلا أن يعفو المظلوم عن حقه وإلا سيؤخذ من حسنات الظالم وتضاف إلى ميزان المظلوم حتى يرضى وإذا لم تكن حسنات الظالم كافية أخذ من سيئات المظلوم وأضيفت إلى سيئات الظالم وفي الحقيقة فإن هذا يعتبر قصاصا من الظالم دخل الرعب والخوف الشديد فؤادي لما سمعته من حسن ولما وجدت أنه لمفر من المرور من بين هؤلاء المأمورين قلت لحسن حسنا لا حيلة لنا فلنذهب وطوينا منعطفات النفق ودخلنا المرصاد وما مضى إلا لعظات حتى وجدت نفسي واجها لواجه أمام المأمورين وبإشارة من أحدهم وضعوا سلسلة ضخمة في عنق ودون أن يمنحوني فرصة لمعرفة السبب أخذوا يسعبونني حتى أخرجوني عن الطريق عبثا أخذت أعرق قدمي وهادي علني أفلع في الهروب منهم غير أن مقاولاتي باءت بالفجل أمام سطوتهم طلبت من حسن أن يستفسر عن سبب فعلاتهم هذه لكنه اقترب مني وقال عليك أن تعرف أن هؤلاء لا يعذبون أحدا دون علة تأملت قليلا فعرفت الكصة فلقد اقتردت مبلغا من المال من جارنا ولم أستطع تزديده له وذلك لسفره ثم مرضه فصارحت حسن بذلك وطردت منه البحث عن طريق للنجاح نظر حسن إلي وقال لو استطعت أن تزول ذويك في عالم الرؤية وتطلب منهم أداء ما بذمتك من دين ففي ذلك أمل في خلاصك وإلا فإنك ستمتحن هكذا وبمساعدة من حسن استطعت أن أدور والد الكبير في عالم الرؤية وأعدثه عن حالي بقيت أنتظر ما يرد به أهلي وإذا به أرى شخصا يحمل فوق ظهره أغلالا من نار ويهرول بهذا الاتجاه وذاك الاتجاه ويصرخ قائلا الويل لي الويل لي فهذه الأموال التي اكترفتها بالقطايا هي التي أوقعتني هكذا في البلاء في حين أنفقها الورثة في سبيل الله تعالى فنالوا السعادة وعلى جانب آخر شاهدت عجدا كثيرا قد هجموا على شخص يطالبونه بهقوقهم عند رؤيتي لهذه المشاهد الرهيبة والحالة التي أنا فيها غرقت في تفكير عميق أخذت أحدث نفسي لو كنت أعلم لو كنت أعلم أن حقوق الناس من الأهمية وغير قابلة للعفو إلى هذا الحد لا بذلت المزيد من التأني في تعاملي مع الناس سواء أثناء المعاملات أو إبداء وجهة النظر أو الإدلاء بالشهادة أو حتى أثناء الحديث معهم ثم أخذت بالصراخ دون وعي الويل الويل من هذا المعبر إنه حقا معبر الهلاك والشقاء وفي تلك الأثناء فتح المأمورين الأغلال عن عنقي وابتعدوا عني تصورت في الويل الأولى أنهم ترقوني بسبب صراخي ولكن عندما ضمني حسن إليه مصرورا قال لي لقد قضي يدينك إنك الآن حر في الأمور من المرصاد ثم ارتفع صوتا مأمور بإطلاق صراحي وصلنا طريقنا المستقيم للوصول إلى وادي السلام تجاوزنا معبر المرصاد المحفوظ بالمخاطر وتقدمنا للأمام حتى بدأ من بعيد هيكل أسود مثل يتوسط الطريق لما تقدمنا أكثر ظهر أنه معروف لدينا ولما اقتربنا أكثر وأكثر عرفته جيدا إنه إنه الذنب لكنه أصغر من ذي قبل وأكثر نغولا ويرتدي زيا غريبا سرت خطوات إلى جانب حسن لقد كان واجه الذنب مكفهرا رائحة أو كريهة كان ممسكا سيفا حادا وينظر إلي بعيون ناقمة توقف حسن وكنت أقف خلفه أخذ الخوف يخيم على قلبي شيئا فشيئا نظر إلي حسن برأفه ووضع يده على كتفي وقال استعد استعد للصراع مع الذنب استحوذت علي الدهشة وقلت الصراع الصراع مع من؟ ونصرت إلى الذنب وأهدت سؤالي صراع مع الذنب؟ قال حسن نعم مع الذنب دخلاني الرعب والإطراب وعرق جبيني ولما عرف حسن بالخوف الذي انتابني قال لي في هذه الرحلة وفي هذا المكان لا خوف على أولياء الله استلهمت الصلابة من حديث حسن فنظرت إليه وكان في يده سيف بطار فقلت له من غير الممكن خوض الصراع بيد خالية أمام عدو شعر السيف بوجه قال لي حسن لا عليك فإن نفس ذلك الملك الذي أعانك مرات ومرات سيأتي ليجهزك قلت له وما هو دورك في هذا الصراع تأمل قليلا ثم قال سأحدثك عن عدوك وإعدادك وتشجيعك ثم صافحني وقال بعد أن يأيس الذنب من إضلالك والإقاع بك في الطرق الفراعية والمرصاد ها هو يقف أمامك الآن للمرة الأخيرة وبكل قواه متصورا أنه ربما يقضي عليك وقد جاءك هذه المرة بثوب الدنيا شاهرا سيف الشهوات فعليك العذر من أسنان سيفه فكل واحد منها يمثل واحدة من الشهوات وهي حادة وجارحة وإذا ما تمكنت واحدة منها من بدنك فإننا سنواجه صعوبة في بلوغ مقصدنا كان الذنب واقفا وسط الطريق ويراكد صرفاتنا وكان حسن يلقي ببصري مرة ثانية نحو الأعلى وأنا أيضا توجهت ببصري نحو تلك الجهة فلم احتم من بعيد ذلك الملك المغيث بدى معلقا وبطرفة عين حلق فوق رؤوسنا ثم سلم وأعطى حسن سيفا وثوبا قطاليا ودرعا وخنجرا ثم غادر لما رأى الذنب ذلك تحرق من مكانه قليلا بدى الخوف على وجه القبيح التفت إلي حسن مصورا فقلت له إن عدتي تفوق عدة الذنب هذه الآلات ثمرت أي من أعمالي كان حسن يهز السيف في يديه وقال لي هذه ثمرات الأعمال والتي قمت بها في الدنيا فالسيف ثمرت دعائك ومناجاتك ثم قال وهو يلبسني الثوب وهذا علامة الطقوة في الدنيا وقوته ترتبط بقوة طقوة وعندما ارتديت ثياب العرب وأخذت السيف بيدي وفي الأخرى أمسكت بالدرة قال لي حسن وذي ثمار صيامك ثم قبلني حسن وشحنني بالقوة والصلابة ببسماته المليحة وقال لي لا تخف أبدا فإنك ستقضي عليه بدربة واحدة أززت رأسي مؤيدا كلامه وتوجهة أو الذنب والذي أشهر سيفه وأخذ يرتكز قائلا إنني أبرز إليك نيابة عن الدنيا والشيطان ولن أدعك تكتاز هذا الطريق وسوف أهكم عليك بسيفي هذا من بين يديك ومن يمينك ويسارك ومن أمامك وخلفك سأنزل دراباتي المواحقة على رأسك ثم التفت إلى يميني وقال إن كنت تريد مني أن أتركك فأخرج من هذا الطريق وعملني على ظهرك ثم أشار بإصباعي وقال كما يفعل ذاك الشخص فلما نظرت رأيت شخصا حاملا ذنبه على ظهره ويمشي بخطوات بطيئة جدا هنا أدركت إنها إحدى خدع الذنب يريد بها تحطيمي في هذا الوادي ويمنعني من بلوغ مقصدي فصحت به قائلا سوف سوف أقارعك ولن أخضع لك ذليلا وفي تلك اللحظة شايرت بسيف الذنب وهو يهوي على رأسي فرفعت الدرع فوق رأسي فكانت ضربته قوية بحيث بحيث أن واحدة من أسنانه نفذت فأصابت رأسي وهويت بسيفي على خاصرة الذنب فولى هاربا صارخا مولولا ثم باشرت بعلاج جرحي وإذا بحسن يصرخ به قائلا احذروا احذروا فقد جاءك من الخلف فرجعت فجأة إلى الخلف وفجأته بضربة ثانية على خاصرته الأخرى فتقاكر استمر الصراع بهذه الحالة وأنزلت بالذنب أعدة ضربات أخرى فيما كان يهاجمني يمينا ويصارا وهو يلهث ففاجأني بضربة فرقت درعي وأصابت بدني لكن ما زلت أنا بطل الميدان بفضل ما يقدمه حسن من تشجيع لي وبين الحين والآخر أسمع صوت حسن وهو يقول ثمن الجنة القضاء على الذنب ومن هذا الكلام ازدادت معنوياتي كان الوقت يمضي والذنب يصاب بالإرهاق ويزداد تعبه حتى سقط على الأرض وسط الطريق فقد أرهقته شدة الجراح لكنه لم يزل يعاول إعاقة عبوري تقدمت عازما على إنزال الضربات الأخيرة على رأسه فلحق بي حسن وسلمني الخنجر والذي بيده اليمنى وقال لي بهذا الخنجر فقط بإمكانك الخلاص من شرور الذنب إلى الأبد وفي تلك اللعظة فهمت أنني دخلت ميدان العرب بلا خنجر فأخذت الخنجر وأنا أمعن النظر به وقلت له عجبا لك من خنجر هل بإمكانك أن تفسح؟ فقطع الخنجر كلامي وقال لعلك تريد أن تعرفني أنا نتيجة أي من أعمالك قلت له نعم فقال إنني نتيجة الصلاوات التي كنت ترسلها على النبي وآله في الدنيا فهي قوية بحيث أنها تستطيع القضاء على الذنب ثم دنوت من جثة الذنب شبهة هامدة وغمست الخنجر في بدن الذنب وابتعدت عنه مباشرة فكان بدنه يكبر ويزداد حجمه كنت أشعر بالسرور لأنينه وبعد قليل انهار جسد الذنب مهدثا صوتا مهيبا وتناثرت أسلاءه هنا وهناك في الوادي فارتفع صوت حسن مصرورا وفاجأني مسرعا وضمني إليه وهنأني بكل عرارة وأنا بدوري لم أخفي فرحتي وحدة انتهو ولما انتهى هنا القناة قال لي لقد شفيت كافة جروحي تماما بالقضاء على الذنب ومن الآن فصاعدا سأبذل لك العون بكل نشاط حيوية حقا لقد كنت ناسيا جروح حسن وما إن سمعت كلامه حتى طرت فرحا وهنأته على ذلك وضمنته إلي وأخيرا فتح الطريق أمامنا فوصلنا طريقنا يملأنا الأمل والسرور كنت أضج أحيانا من الجراحة التي برأسي وبتني لقد كنت غافلا عنها بسبب اندفاعي لمقاراعة الذنب وللفرحة التي أعقبتها كنت أخشى أن تعيقني من مواصلة الطريق لم نقطع من الطريق إلا قليلا فجلست على الأرض وطلبت من حسن شيئا من الاستراحة فرجع إلي وقال إن الوقت قليل لابد من المسير بأي نحو كان ألا تراني لا أقدر وكعادت حسن في مواساته لي تقدم نحوي وقال ليت تقواك أكثر من هذا بقليل لاستطاع درعك دفع الضرب التي نزلت عليه كسائر ضربات فألقيت بنظرة على الدرع والألم قد سلب مني الراحة ثم قلت العجب لهذا الدرع والذي لم يستطع المقاومة أمام تلك الضربة رغم دخامته فأجابني حسن مباشرة إنك لم تصم سنة كاملة بعد بلوغك أما بقية الأيام فإنك ربما أذهبت أثرها بأعمال غير مرضية استولت علي الحصر والندام والخجل فأخذ حسن بيدي وأنهضني من الأرض وقال لو استطعت الوصول إلى وادي الشفاعة فهناك أمل في مواصلتك الطريق مشافاً وبسهولة كان اسم الشفاعة معروفاً لدي كثيراً وما بعث تفاؤل لي في الدنيا لذا فقد أسرعت بالسؤال وأين هذا الوادي فأشار حسن إلى الأمام وقال إنه إلى الأمام قليلاً إن الشفاعة تتعلق بالقيامة الكبرى لكنك تستطيع الآن أن تفهم إن كنت من أهلها أم لا فإن بشروق بها فإنك ستستلهم روحية جديدة وتطوي بقية الطريق بكل يسر كنت أحيط بيدي على رقبة حسن ونواصل طريقنا بصعوبة بالغة حين مسيرنا قلت له لو كنت أستطيع العودة إلى الدنيا لأخبرت أهلها إن خير الزاد الطاقة فهز حسن رأسه وقال وهو كذلك بالطبع ثم سكت ولم أعد أقدر على مواصلة طريقي إذا عمل ألم جميع كياني فطلبت من حسن العون فحملني على كتفي وصار وأنا في تلك الحال قلت له أتستطيع حملي على ظهرك حتى نصل واد السلام قال لي لا إذن بالدخول لواد السلام لمن ضربه ذنبه وجرح بدنه فأضرقت أنه لا مناصة لي سوى أن تدركني الشفاعة وحزن أخذنا خطوة فخطوة نحو وادي الشفاعة نتمسك بالأمل أحيانا يكشع الرابدني ويهتز جياني لألا تدركني الشفاعة لم يكن لدي سوى عزن والذي ينسني في تلك الحال أخذ المناخ يتعسن شيئا فشيئا فقد انخفضت درجة العرارة لم يبقى من الدخان المتراكم في السماء سوى طبقة خفيفة كنت أتجرع كل أنواع الألم والعذاب بغيط الوصول إلى وادي الشفاعة أخيرا وصلنا مرتفعا يمر طريقنا من خلاله فتوقف حسن وقال على الطرف الآخر من هذا المرتفع يقع وادي الشفاعة الزاخر بالبرقة والخيرات وعندما وصلنا إلى أعلى هب نسيم عذب فألقى حسن بي على الأرض وقال لنجلس هنا بانتظار بشارة الشفاعة فإذا ما نلت شفاعة فإن جميع جراه عقس تلتيم ثم خطر إلى ذيني سؤال أخلقني فتوجهت إلى حسن وسألته وإذا لم تنفع وكأن حسن لم يكن يتوقع مني هذا السؤال فأطرق برأسه فأعدت عليه السؤال مرعوبا أكثر من ذي قبل وإن لم ينفعني علاج الشفاعة يا حسن فأجابني حسن وهو مطرق الرأس حين ذاك ستصبح شقيا تعيسا اعترطني حالة الرهب والإطراب أخذت أبكي دون وعي مني وكعدته في مواساتي ورأفته بيه اقترب حسن مني ثم قال لي لا تبكي فإننا حيث قطعنا كل هذا الطريق سنقطع ما تبقى ببركة هؤلاء بفضل منزلتهم عند الله فلطفهم أكبر من أن يترقونا على هذه الحالة وهنا قطع كلام حسن بسلام من أحد المعارف فالتفتنا على مصدر الصوت لقد كان ذلك الملك المغيث لقد جاءني هذه المرة بمرهم الشفاعة لإنقاذي مما أنا فيه فقال الملك وهو يسلم المرهم لحسن هذه هي هدية وهي عبارة عن بشارة بالشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ابتعد عنا مهلقا بجناعي لم تعد الدنيا تسعني من الفرح ودعت ذلك الملك بعيون مليئة بالدموع ولما وضع حسن الدواء على جروحي شعرته كأن آلامي وضعفي والتي كانت تخيم على كياني قد زالت وقفت على قدمي مباشرة وفي هذه المرة ترقرقت عيناي بدموع الشوق وصرخت بصوت عال السلام عليك يا حبيبي يا محمد وعلى آلك وصحبك أجمعين الطاهرين الذين يبذلون الشفاعة لمن يحبهم وإن الله لن يرفض شفاعتهم يوم القيامة أبدا لقد كان الصراخي جليا قويا بحيث وصل أسماء مجموعة من أهل وادي الشفاعة فجاءوني يرعون يقولوا لي ما الخبر سمعنا الصوت فرح لا يطلقه إلا الحائزون على الشفاعة فأجبتهم والسرور يملأني نعم نعم لقد نلت البشارة بشفاعة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وضمضوا بروحي والتي أصاباني بها الذنب قال لي أحدهم مهموما وما عسانا فاعلون فهل هناك من يشفع لنا ولماذا تريدون الشفاعة لا يؤذن لنا بالعبور ولماذا قال لي وهو يبكي لقد أخبرنا الملائكة بأننا أفلحنا بالوصول إلى هنا لكننا من الآن فصاعدا بحاجة إلى بشارة الشفاعة هنا نادى علي عسان طلب مني ألا أضيع الوقت هذرا ونحن نسير سألت عسان ما هو مصير هؤلاء الناس فرد علي قائلا لا تفكر بهم فلكل واحد نصيب من الانتظار لنيل الشفاعة فطائفة مثلك تطلب الشفاعة وآخرون كهؤلاء يطلبون الإذن بالعبور ومثل هؤلاء كانوا قد نسوا الله في الدنيا وأنقروا الشفاعة كانوا يتقاعصون عن إقامة الصلاة لكنهم حيث تعقدت أمورهم أخذوا يفكرون بالشفاعة كنا لازلنا نسير في واد الشفاعة فألقيت بنظرة نحو أولئك المعتاجين وقلت لحسن ليت الناس جميعا كانوا صالحين في الدنيا بحيث يستغنون عن شفاعة أي إنسان نظر إلي حسن وقال كلا ليس كذلك فالجميع بحاجة إلى الشفاعة فالبعض يحتاجون الشفاعة لدخول الجنة وآخرون يمدون أيديهم لنيلها لغرض بلوغ درجات أعلى فيها فذهشتني الحيرة لهذا الكلام فلم أتكلم بعدها أبدا وبعد سقوط قصير واصل حسن حديثه حول أهل واد الشفاعة فقال إن البعض منهم لم يكونوا يقبلون أعذار إخوانهم المؤمنين وآخرون لم يكونوا يطعمون المساكين وطائفة أخرى كانوا يخضون باللعب واللهو فكيف يشفع بهم إن لم يذوقوا العذاب لعل رحمة الله تدركهم فيما بعد وأخيرا ودعنا وادي الشفاعة ووصلنا طريقنا بمزيد من النشاط والحيوية ثم وصلنا نهرا جميلا وعجيبا لم أرى مثله طيلة حياتي بل لم أكن أتصور حتى في عالم الخيال ففي جانب منه ماء زلالا وفي الجانب الآخر يجري لبن سائغ أكثر بياضا من السقيعة والأعجب من ذلك هو جريان شراب بينهما يشبه في همرته لياقوت نظرت إلى بداية النهر ونهايته فلم أجد له بداية أو نهاية وقعت عيناي على أشجار ورياض على جانبي النهر كانت مناظرها من الدهشة بحيث أنني لم أرى مثلها ولم تخطر على بالي حتى في عالم الرؤية تعلقت عيناي بالنهر فسألت عن منبعي فأجابني حاسا قائلا إنه النهر القوثر والذي ورد الحديث عن منابعي في القرآن الكريم هو يجري على امتداد وادي السلام كل منطقة منه تتميز بطعم خاص فقلت له ولماذا؟ قال كلما تسامت منزلة المؤمن ازداد مستقره روعة وبذلك يزداد نهر القوثر جمالا ثم حلق ببصره إلى آخر النهر وقال عندما يمر النهر من وادي الشهداء فإنه يصبح جميلاً ولطيفاً بحيث تقصر الأبصار عن النظر إليه سألته متعجباً إذن إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون عبوره عند الأئمة عليهم السلام؟ أضار حسن ببصره نحوي ثم قال ماذا تقول؟ إنهم في غنى عن هذا النهر فكلما في هذا النهر من لذة وحلاوة ورقة إنما هو ببركة الصالحين والأنبياء عليهم السلام فسكت هنايا ثم واصل كلامه قائلاً هناك تقع منابع النهر ونحن الآن نقف على بقع صغيرة منه ثم بعد قليل قال حسن أتريد أن تشرب منه وحيث أن ذلك لما يخطر ببالي بسبب انشغالي بجمال المنظر قلت له بكل سرور بالطبع بالطبع أريد ولم أكن بالمرة منتبها إلى إمكانية الشراب من هذا النهر فابتسم حسن وقال إذن هيا بنا إلى مستقرق فهناك القوثر أكثر ذوبة أخذنا نسير على ضفة النهر بحيوية ونشاط بلغين وقد شدني جمال القوثر عن المناظر المحيطة به وكلما تقدمنا أكثر ازداد جمالا وروع ومع الوقت تزداد هند اللهفة لابتشاف جرع من النهر حتى بلغنا منطقة فتوقفت عن الحرقة فجأة وتوجهت نحو حسن قلت له لن أتقدم خطوة واحدة إلا ما أشرب من هذا النهر فرد علي قائلا أنت الآن في دار السلام الخاص بك بإمكانك الارتشاف ما شئت هنيئا مريئا فأخذت أفكر في كيفية تناولي منه فأشار حسن إلى أعلى الشجرة وقال أطلب من تلك الحورية والتي تجلس على القصم لترويك نظرت إلى الأعلى فشهدت الحورية غاية في الدمال وقد أمسكت بكأس رائع في يدها قد قلت بنظري إلى الأشجار وقدت فوق كل شجرة حورية تحاول خطف فؤادي بدلالها وغزلها وبإشارة خطفة ملأت أداهن ذلك الكأس الظريف بماء القوثر وقدمته لي وهي تبدي دلالا واحتراما وعدبا وما إن ارتشفت جرع منه حتى أصابني السكر فلم أعد أشعر بوجود أدنى ألم ووجع في بدني من رحلتي تلك في هذه اللحظة تذكرت أسرتي فقلت لحسن أريد أريد بأي نحو كان المرور على الدنيا لأوقز آلها من غفلتهم وليعلموا أن الموت يعني الخلاص خلاص من الآلام والعذاب والتي يعج بها ذلك العالم فإذا عرفوا بالصفاء الذي يسود هذا العالم لم يعد الموت مرا بالنسبة لهم رض حسن علي قائلا لا إذن لك في إخبارهم عما يدور هنا لكنك تستطيع زيارته فقلت له مسرورا وكيف؟ قال لي لكل واحد من أهل البرزخ الإذن في زيارة أهلي على هيئة طائر جميل ومدة هذه الزيارة تتناسب مع استحقاقهم فبعضهم يزورون أهلهم كل يوم جمعة وآخرون كل شهر وطائفة يعصلون على إذن الزيارة كل عام مرة واحدة ثم ربط حسن على كتفي وقال تأهب لأنك تستطيع الآن زيارة أهلك كان ظلام الليل قد ألقى بأجنحته على الدنيا جلست على جدار وأخذت وراكب أحرقاتهم عبر زواج النافذة كانت زوجتي منهمك بالأعمال المنزلية أما أولادي فكان كل منهم منهم منهمك بشأنه ثم مررت على دار ولدي الكبير وابناتي الكبيرة ومن هناك توجهت إلى بيوت إخواتي وأخواتي لقد صررت كثيرا لعدم ارتكابهم الذنوب ولنفاذ صبري على المجوث في الدنيا أكثر من ذلك فقد عودت الرجوع إلى مستقري في وادي السلام مضت مدة طويلة وأنا أداوم على حياة الزاخرة بالسعادة والصفاء في وادي السلام كنت بين الحين والآخر أتنعم بهدايا من أهلي والمؤمنين من أصدقائي تلك الهدايا والتي كانت دعاءهم واستغفارهم لي والتي كانت تسعدني وأشعر كأنني غريقا استطاع النجاة فيما كانت الخيرات الآتية عن الباقيات الصالحات والتي قمت بها كانت تصلني اتباعا فتدخل السرور إلى نفسي كما كنت أستأنس بمن يزور قبري وأسعد لحضوري بل إن قراءة الفاتحة كانت أهم عندي من الدنيا وما فيها من حيث الراعة لكنني كنت أعلم أن الأحياء لا يدركون هذه العقيقة تمت